وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 638 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 298 طن مواد غذائية ففي مجال حجب السلع الستراتيجية والسلع على السلع المدعومة تمضبط قرابة 176 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية للسلع الغذائية وغير الغذائية تمضبط قرابة 85 طن وفي مجال البعيع بأزيد لمواد البناء تم ضبط قرابة 37 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 911 قضية من بينها 104 قضايا خبز ناقص الوزن و96 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 37 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 580 طن ترجمة نانسي قنقر